خصوص من توابع مؤتمر النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب لأن الأهلي ما اكتفاش أنه عقد مؤتمر ووضح فيه كل الأمور والملابسات وكشف فيه كل الحقائق وخلاص على كده والدنيا خلصت وإحنا عملنا المؤتمر والدنيا زي فل لا طبعاً الأهلي بيواصل في البحث عن حقوقه وحقوق الرياضة المصرية بشكل عام من خلال بعض الخطابات اللي تم الإعلان عنها الصباح اليوم بشكل رسمي فأولاً الأهلي يخاطب لجنة الأولمبية لوضع آلية لمراقبة الخطابات المتبادلة مع اتحاد القرى صارت إدارة النادي خطاباً للجنة الأولمبية المصرية تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة لمراقبة التزام اتحاد القرى بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات والمتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة خصوصاً بعد الكوارس اللي احنا شوفناها خلاص على مندار الفترة اللي فاتت واللي أعلن عنها الكابتن محمود الخطيب من خلال المؤتمر الصحفي جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدور الأبطال وما جرى من اتحاد القرى في هذا الشأن بعدما تسلم من كاف في 19-21-22 خطاب تنظيم المباراة النهائية والذي ترتب عليه ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد فإذا خطاب مهم جداً من نادي الأهلي للجنة الأولمبية المصرية هل اكتفى الأهلي بكده النهاردة؟ لا ما اكتفاش الأهلي كمان بعد خطاب للاتحاد الأفريقي لقرات القدم بيختر فيه الكاف برؤيته واكتراحاته لمستقبل القرى الأفريقية ومن أجل أفريقيا فالخطاب تم إرساله النهاردة صباح اليوم من إدارة النادي الأهلي لاتحاد الأفريقي لقرات القدم أخطر فيه النادي رؤيته واكتراحاته التي أعلن عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة في مؤتمر الصح في أمس الأول وذلك ليستفيد الجميع من الأحداث السلبية التي وكبت إقامة المباراة النهائية لدور الأبطال على ملعب غير محايد وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة ثانية وقبل أن يسرد النادي اكتراحاته في الخطاب أكد على أن التعديل والتطوير هي حق ومسؤولية الكاف ولكن المصلحة العامة لقرى الأفريقية تستوجب الاستماع إلى وجهة نظر كل الأندية وتمثلة رؤية الأهلي في النقاط التالية واللي كانت تكلم برضو عنها الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي أول حاجة أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية دور الأبطال والكونفدرالية للنظام الزهاب والعودة لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح وأوروبا مختلفة كثيرا طبعا عن أفريقيا بخصوص وسائل الانتقال والعملة والتأشيرات وعدد كبير جدا من الجوانب الأفرقى بيأخذوا أو بيلاقوا فيها صعوبة كبيرة جدا بخصوص التنقل أيضا لا قلنا الكلام ده على عكس في أوروبا المسافات بين الدول قريبة هنا بنقطع مسافات طويلة جدا هنا في القرى الأفريقية ده أمر معروف يعني وسائل انتقالات عديدة ولا توجد كل المشاكل التي تم الإشارة إليها حل استمرار إقامة النهائي ده الرقم اثنين بقى حل استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الوحيدة تقتضي الشفافية أن يكون كاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف وأن يتم الإعلان عن ملاعبة التي سوف تستضيف المباراة النهائية قبل بدء البطولات على الأقل والله للأهل بيقولوا ده مفروض أنه أصلا التحاد الأفريقي من نفسه يكون بشكل طبيعي بيطبقه لكن للأسف إحنا بنشوف حاجات عكس كده الأهل كمان تطرق إلى طلب آخر أن يدرس الكاف أو رؤية أخرى يعني أن يدرس الكاف تدوري استضافة المباراة النهائية بين الدول الأفريقية ويحاجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل يعني من نشوفش مثلا مرتين وراء بعض في المغرب ولا حتى مرتين وراء بعض في مصر وأن يكون المسافة أو فترة زمنية ما بين بطولة أقيمة سي مثلا في مصر والبطولة بعدها يكون خمس سنين على أقل تقدير يعني تطبيق تكنية حكم الفيديو المساعد الفار في كل أدوار البطولات الأفريقية تحقيق الحد الأدنى من العدالة أن يكون كاف بإعادة سياغة اللوائح الحالية لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير دراسة مضعفة المبالغ المالية المقدمة من كاف للفرق لأن اللي بيتصرف أكتر بكتير يعني بيدخل للنادي حال فوز بالبطولة ترجمة نانسي قنقر